محمد صالح قائد السر بالنقل خالد ناصر قائد السر بالنقل الرابع عمس عقاو بالاغراو وانضب الينا ويوما بعد يوم يأتي القبير الى هنا ولا للساحة وشيء بقى محمد صالح بالنفسه هناك داخل قول قوي ودفاع القوي قبل تلكم ذلك احيي الوطن الشريف اخي مجهد شعلان عقيد الركن احيي هذا الرجل الرظيف الشريف الذي ينضم بأي لكم يومنا هذا لنضماب وطواصل عرص حيوه حيوه هذا البطل حيوه على الشريف الذي عرفناه من ازاحته ومشرفه طوال تواجده في تلك الكتيبة كتيبة النقل انا شخصيا لف الشهادة مجروحة مني ولكن هذا ما اعرف العالم انه كان من اشرف الناس وهم بلهم وهم لا يحبوا الشرفاء والنبلاء انهم يبحثون عن السلط لاستمع الى كلمة من اخينا ومجاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احييكم من اعمال كلبي ولا يخباكم في وضع القواة الجوية ما بيش يعني من ما وصلت اليه يعني من اعمال سيئة من ظلم من استبتاد من قهر من كذا يعني الى التي وصلتنا الى هذا المستوى فلذلك احنا يعني نحييكم من قلوبنا ونضمينا اليكم من قلوبنا حسب شارككم في كل شيء في جميع الاستحقاقات وفي جميع المطالب بحيث ان احنا يعني نكون صامتين يعني لان كني اس من يعني من ايام ايام قلائل يعني وني اس من احنا ضابحي انا اسمع بعض الناس يقول احنا كنا ضابحي ونجي خرهانا كذا ضابح كذا من اول يوم من اول يوم فلذلك شوف يعني احنا لنا دروس كبيرة في الاساحات الحريات في جميع المحافظات يعني جلسوا من يعني من اشهر لم ييأسوا حتى قضوا على النظام الفاسد فلذلك يجب ان نكون اقوية بكل شيء بما تعنيها الكلمة خرجنا لكي نسقط النظام ونسقط محمد صالح حتى اخر قضرة من زمان الله وعلا ما نكون شايد شكرا شكرا مطلبنا مطلب واضح يرحم محمد صالح مطلبنا مطلب واضح يرحم محمد صالح صامتين 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 يا سعيد الفاسدين يا سعيد الفاسدين اشتركوا في القناة